موضوع هياخد بالزبط ايام يعني الكصة كلها ما بين اربع وسبعة ايام من اربعة ايام لأسبوع لكن المؤكد بعون الله بعون الله ان مع واحد يناير هتكون الكصة ما اتحلت لان خلي بالك انت برضو عشان اقول لك التفصيلة دي مهمة انت بمجرد ما بتحول الفلوس بتجي لك بقى ايه افادة نادي الزمالك حيبعت لسبورتنج لشبونة تحديدا او الاطراف التلاتة بس اكثر تحديدا لسبورتنج لشبونة بعد اذنكم من قدارة سبورتنج ابعتولي الافادة اللي بتقول ان انا حولتلكم الفلوس وان الفلوس عندك خلاص موجودة دلوقتي فسبورتنج لشبونة يبعت لنادي الزمالك يقول له تفضل دي افادة بان انا خلاص كده القصة بتاعت تتساوت وتحلت وما فيش اي مشكلة بيني وبينك كنادي الزمالك وبالتالي القصة خلصانة فنادي الزمالك ياخد الافادة دي بدوره ويبعثها الالتحاد الدولي لكرة القدم عشان الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع الاقاف عن قيد نادي الزمالك الاجراءات دي بتاخد ايام يعني مش مجرد ما فلوس تروح القيد يترفع لا بتاخد ايام المؤكد ان مع بداية يناير مع واحد يناير حتكون القصة انتهت تماما وحدوتة وخلصت ويتفرق نادي الزمالك لكيفية تدعيم صفوفه الاكيد في اشد الاحتياج للدعم الفني خلال المرحلة المقبلة فده خبر سعيد جدا ومعلومة مؤكدة وانفراض وخبر حصري لبلاز تسعين حبيت ان انا اقوله لحضرتك طي انت تيجي تسدق من هنا تتفتح من ناحية التانية ازاي لو تفتكروا كانت قزمة نادي الزمالك ايام المجلس السابق مع اتحاد المصري لكرة القدم دي خلي بالك لا حقولك دي حاجة ما تحبطش جمهور نادي الزمالك لكن هي او خبر او معلومة حقولها لك برضو دلوقتي ان كان في جدولة للمديونية اللي على نادي الزمالك الاصالح الاتحاد المصري لكورتكال ولو تفتكروا احنا كنا انفرادنا وقلنا لحضرتكم ان نادي الزمالك اتفق كانت ساعتها ايام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ان اتفق مع اتحاد القرى على جدولة هذه المديونية ان مع كل فترة قد الزمالك يدفع 15 مليون جنيه النهاردة اتبعت نادي الزمالك خطاب او مطالبة بسداد مبلغ 15 مليون جنيه من ايه من المديونية اللي تم الاتفاق عليها وكان نادي الزمالك دفع 15 قبل كده الزمالك علي بتاع حوالي حاجة وخمسين او حاجة وستين مليون جنيه فبالتالي في 15 قد تدفعوا فمفروض دلوقتي اتحاد القرى بيقولك من بدري هو احنا النهاردة بنتكلم في 18 تقريبا اتناشر فنقص ايام على شهر يناير فالزمالك اللي مفترة خلاص قزمة القطع هتتحلق فالتحاد القرى بيقول النادي الزمالك هو من بدري يا نادي زمالك احنا في مديونية كنا متفقين عليها مع المجلس السابق والماديونية دي بتقول ان احنا او ان انتو كنادي الزمالك لازم تدفعوا 15 مليون جنيه المطالبة دي راحت للنادي النهاردة بنفكركم احنا لنا 15 مليون جنيه عشان ما بقاش فيه ازمة بخصوص الكيد واخبارك عشان الاتحاد نفسه ما يوقفش كد نادي الزمالك او ما لاش نقول دي عشان ما تتكررش نفس الازمة اللي حاصلت قبل كده وتفتكره تاعت السلاسي احمد بالحج وناصر منسي وكان فيه لعب كمان يا جماعة شبانة اعتقد اه شبانة تمام في يناير اللي فات وتأيده في نهاية فبراير لو تفتكره من سنة ودخلوا في ازمة وبالزمالك يحقق للك كد ما يحققش للك كد اصلي طب والتحاد يقولك ايه والزمالك يقولك ايه والخناقة ويروح رئيش نادي الزمالك الصابق يتخانق ويعلي صوته في القصة دي فالتحاد الكورة جيمن دلوقتي يقال لك ايه يا زمالك خلي بالك انتو عليكم 15 مليون جنيه فلازم تتبعون في شهر قبل شهر يناير افضل عشان نقدر لو تعاقدتم